اللي قدناها جميعاً مع الخروج غير المتوقع بل والمهين لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من نهائيات كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا طبعاً مع احترامي للجهد المبذول من المنتخب المنافس وتفوقه علينا المستحق في هذه المباراة إلا أننا بكل الحسابات والمقاييس والأرقام وإسم اللاعبين وقيمتهم السوقية وعمل الأرض والجمهور وكل شيء كانت المفروض أننا عندنا الحظوظ الأوفر في هذه المباراة وكان عندنا كل العوامل اللي ممكن تؤدي إلى الفوز والاستمرار بقوة في المنافسة ولكن سننتقل إلى أسباب هذا العرض الهزيل بل العروض الهزيلة اللي كان بيغطي عليها الفوز ودعمنا المنتخبنا ورغبتنا في استمرار منتخبنا كجزء أصيل من نجاح البطولة اللي بنتمنى إن شاء الله أن البطولة لسه باقية ومستمرة على أرضنا وده ملف مهم جداً كمان هنتكلم عنه نهاردة إننا عايزين نحاول نفس البين هذا الشكل غير اللائق اللي ظهر بيه منتخبنا وشغل الجهاز الفني وجهاز المنتخب والمسؤولين في اتحاد الكرة وكل شيء اللي الأعراء بتجمع حالياً على إنه لم يكن في هذه الأسماء من هو محل ثقة أو على قدر الثقة والعطاء الممنوح لهم من الدولة وكل العوامل اللي تم توفرها من أجل نجاح المنتخب والجهاز الفني والاتحاد الكرة على كافة المستويات إدارياً وفنية لسه عندنا الجانب التنظيمي الدولة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها وحضراتكم عارفينها جميعاً وكل شيء متعلق بخطوات أو قرارات الإصلاح الاقتصادي لكن الدولة قالت إنها ستنفق بسخاء على كرة القدم وعلى الرياضة تجهيز الملاعب تم بأفضل شكل تنظيم الأمور الإلكترونية والرقمية في البطولة التحضير الجهود الأمنية كل شيء إن شاء الله ده يستمر وتماره تكون في استمرار نجاح البطولة إدارياً وتنظيمياً لأن ده له أبعاد كثيرة جداً عشان كده الدولة لهذه الأبعاد وأسبابها نستعرضها بعد قليل وحضراتكم كانت الدولة بتقول إنها ستنفق بسخاء على هذه البطولة فيها دور للدعاية السياحية لمصر والدعاية عن استقرار مصر الأمني والتحسن في المؤشرات الأمنية اللي بيزيد الحمد لله يوم عن يوم فضلاً عن إدراك الدولة والمسؤولين فيها أن كرة القدم من الأمور الرئيسية اللي بتسعد الجمهور المصري والمواطن المصري عشان كده كان فيه تركيز كبير جداً على توفير كل عوامل النجاح لهذه البطولة إن شاء الله نقدر نفصل بشكل أو آخر بين هذا الإخفاق الكبير والمتكرر لاتحاد الكرة والجهاز الفني والمنتخبنا الوطني الأول مع بعض الاستثناءات يعني الحقيقة بس لكل مجتهد النصيب الناس كلها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بتشكر جهد كل من محمد الشناوي وطارق حامد ولم يشر أحد إلى أي تقصير من النجمين طبعاً حارس المرمى المتقلق ونجم النادي الأهلي محمد الشناوي ولعب الوسط قلبه تقلق ونجم النادي الزمالك طارق حامد الكل قال لهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي أن تبرأ أي نقد وبرأ أي زعل أو غضب من الجماهير لأنه قدتوا معاليك وظهرتوا بمستوى فني لا يقل بل ويزيد عن مستواكو مع أنديتكو في الدوري الممتاز في عوامل خاصة بالحضور الجماهيري نتمنى يبقى فيه إدراك لأهمية البطولة دي وأهمية نجاحها إن شاء الله حتى آخر يوم فيها رغم الحسابات الفنية طبعاً اللي اتلغبطت كتير بخروج منتخبنا في هذه المرحلة المبكرة جداً أول مرحلة من مراحل مباريات النوكاوت أو مباريات الكؤوس في هذه البطولة دور الستاشر نتكلم شوية عن بعض العوامل الخاصة بكيف ينفق المال على كرة القدم عندما توفر الدولة كل شيء بتوفر كل شيء وبتقول إحنا بند كل عوامل النجاح وبنصرف بأفضل شكل ممكن حفل الافتتاح وتنظيمه ونقله وبثه فضائياً كل شيء كان بشكل العلم كله أشاد به مش بس كانت الإشادة محلية أو من داخل مصر ده كان عشان إن شاء الله يعني كنا نتمنى في البداية إنه يبقى الكل مدرك لمسئوليته ويكون أهل ثقة ويكون على قدر هذا الجهد الكبير المبذول من كل أجهزة الدولة على مستوى الرياضة والأجهزة المسئولة عن الأمن والتنظيم وسائل الإعلام والصحافة اللي دعمت منتخبنا والتحاد الكرة المصري بلا حدود لكن للأسف لم يكونوا على مستوى المسئولية وعلى مستوى هذا الجهد المبذول من كل الجهات اللي تضافرت جهدها من أجل نجاح هذه البطولة وإن شاء الله يستمر نجاح البطولة وفي إشادة من الجميع بالتنظيم وكل القائمين على فريق العمل الخاص بترتيبات البطولة ونجاحها إداريا إن شاء الله وأمنيا وإلى آخر هذه الحسابات